من المرجح أن يزور الرئيس الفلبيني رودريغو دويتري الكويت قريبا بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الفلبينية نقلا عن متحدث باسم الرئاسة وفيما تتواصل تداعيات قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت التقى الرئيس دويتري بالسفير الكويتي مساعد أذويخ في اجتماع مغلق بالقصر الرئاسي لمناقشة القرار فيما قال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك أنه يستطيع أن يؤكد نبأ الزيارة الوشيكة للرئيس إلى الكويت وكشف روك عن اعتقاده بأن الكويت تريد أن يتأكد الرئيس دويتري من الحماية المتوافرة للعملة الفلبينية في دولة الكويت